كمان النهاردة عايز اتكلم عن الرابطة الرابطة اللي هي ان شاء الله يعني هتغير شكل كرة في مصر كنا احنا محتاجين وكنا بنتكلم عن الرابطة دي انها هتكون موجودة من سنين في الكرة المصرية الحمد لله موجودة السنة دي ناس محترمة لستاذ احمد دياب وفي العضوية طبعا موجود نابي كابتن عماد متعب وبقية اللجنة وطبعا الحاج عامر حسين ناس من لهم خبرات كبيرة الشكل النهاردة الشكل مبشر البداية مبشرة اتكلموا النهاردة عن تحديات مع الرابطة في الموسم الجديد هتكون ان شاء الله لو قدروا يحققوها وهم ان شاء الله قادرين ان يحققوا هذا اللي هم بيفكروا فيه بالشكل اللي هم بيرغبوا فيه ان شاء الله هيكون اضافة للكرة المصرية النهاردة لما بنتكلم عن حضور الفين من الجماهير المصرية فيه كل مباراة الفين مشجع في كل مباراة الف لكل نادي ده شيء ايجابي واحنا النهاردة بنوشيد بهذا القرار لو تحقق النهاردة اكيد هيكون فيه تنسيق مع الامن كل المباراة هيكون فيها جمهور ده اللي احنا كنا بننادي بيه من زمان النهاردة لما تيجي الربطة وتنسق مع الامن ونشوف الجمهور وتكون البداية الفين في كل مباراة الف لكل فريق ده شيء بنقول لهم شابوه عليه لو تحقق النهاردة كمان الدوري الممتازة يكون ليه بداية وليه نهاية ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من زمان اكيد الرابطة اتكلمت عن كذا شكل اتكلمت عن كذا شكل ليه الدوري لكن وصلت مع الانديها ان الشكل النهاية هيبتدي الدوري 25 اكتوبر وينتيه في 38 اغسطس بدل عندنا بداية وعندنا نهاية اكيد ده شيء جيد كمان نقل الدوري نقل الدوري بتقنية الاتش دي وعشر كاميرات هنشوف خدمة خمس نجوم زي ما بقوله بلغة الكورة الخدمة اللي احنا كنا مفتقدينها مع الفار الخدمة اللي احنا كنا مفتقدينها مع الفار كنا بنشوف ألعاب كتير ألعاب يعني كانت مصاري الجدل لكن النهاردة مع الخدمة دي والمشاهد كمان والمشجع المصري وهو وعد في بيته بتفرج على نقل المباراة بتقنية الاتش دي أكيد أكيد هيشيء هيضيف للكورة المصرية وهيغلي المنتج بتاعنا اللي هو الدوري المصري اللي ممكن يحقق أرباح كبيرة جدا مع هذي الرابط